اهلا بكم من جديد مشاهد انهارة قابية في كل مكان قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كلام مهم جداً بيوضار في اليومين اللي فاتوا دول مع نادي الزمالك واتحاد الكرة المصر بسبب أزمة القيد أزمة بدون أي لازمة بارح كان أمير مرتضى منصور بيتكلم عن قصة مهمة جداً في الحوار ده وقال جملة في منتهى الأهمية جملة بتعبر عن المشهد اللي احنا شايفينه المشهد اللي بيحصل اللي أقل حاجة ممكن تتقال عليه سمك لبن تمرهندي حرفياً وهي فكرة ان في بعض الأشخاص والجهات اللي بتحاول تزوء اتحاد الكرة لصدام مع نادي الزمالك إعلاميين كبار وخبرة قال لك اتحاد الكرة قال كلمة ومش هيرجع فيها عايزين يدسوا السم في العسى وبيتكلم في أكنه بقى مع اتحاد الكرة بتاع بلده ولكن عايزوا يصطدم مع نادي الزمالك فده كلام مش مقبول طيب الأمور مش بتدار كده والله مش نادي الزمالك اللي يتعامل بالطريقة دي في موضوع مهم جداً وهو خلاص هيمثل مصر كلها هيمثل مصر كبطل مصر في بطول الدورة أبطال إفريقيا فعايزين الناس تعقلوا الأمور وتبعد عن العند لأن العند مش في صالح أي طرف من الأطراف الموضوع لو وصل للفيفا مش في مصلحة الكرة المصرية بتاتاً مفيش نادي في العالم بيتمنع من القيد عشان اتحاد الكرة في بلده متخانق معاه اتحاد الكرة مطلع كام بيان فدي مصرحية هزلية شخصنا للأمور ولو شفنا المعركة دي كده من بعيد هنلاقي الكل فيها خسران دي كانت رسالة مهمة لازم ننقلها ونخلص ضميرنا وإحنا وصقين إن هذا المشهد العبسي هينتهي لأن العبث لا يدوم ترجمة نانسي قنقر